السلام عليكم معاكم لنا من قناة كوكوز لنا النهاردة هنعمل مع بعض مخلل اللفت يلا بينا نقول الطريقة او المقدير ويا رب الوصفة بتاع النهاردة هتعجبكم اول حاجة انا بجيب اللفت كده متنظف من غير الورق بتاعه زي ما انتم شايفين وبجيبه بخصله عشان هنزل من عليه التراب ونظفه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده انا نظفت كده اللفت وبشيل العجان الخضرة اللي فيه دي فيه ناس بتخللها انا مش بخللها وبقطع الحباية على اربح يعني كل نص بقطعه اتنين يعني الواحدة بقطعها على اربعة وببدأ بقى بس كينة اللي هي اللي هي مشرشرة دي ابدأ بقى اقطعه زي ما انتم شايفين كده فيه ناس مسلا بتحب تقطعه بالطول ناس بتحب تقطعه بالعرض ده حسب بقى الرغبتك فيه ناس بتحب مسلا القشر اللي هو الموف اللي برا ده تقشره كل واحد بقى ومزاجه يعني كده انا قطعت اهو كمية ببدأ بقى اجيب برطمان اللي انا احط فيه بحط الاول كمية وبعدين بجيب بنجر وبقى الشرعة وببدأ ايه احط على كل اوزع البنجر كده على كل الليفت وارجع تاني احط شوية تاني من الليفت وارجع تاني احط بنجرية عشان اللون يبقى متجانس يبقى في كل المخلل هنا قدامكم دي انا مية سخنة سخنتها وسبتها تبرد تماما عشان تطلع منها اي بكتيريا الحركة اللي انا عملتها دي حطت البيضة للناس اللي ما بتعراش تزبط الملح بتاع المخلل انت بتجيبي المية وبتحط عليها الملح وبتقليبها وتحط البيضة لحد ما تعلي الفوق لو عاليت يبقى كده تمام المحلقة بتاعك مزبوطة كده تمام حطيته على المخلل كلنا طبعا بنعاني من مشكلة المخلل من فوق بيحصل له ريم او حاجة او مش بيبقى زي تحت احنا هنجيب كس تلاجة وهنملاه مية ونحطه كده على البرتمال او الجردل اللي انت بتعملي فيه المخلل وهقفل عليه تمام كده المخلل الجاهز هسيبه بقى اه اربعة ايام كده بعد اربعة ايام لونه بقى حلو جدا وبقى جاهز للاكل وهوريه كل وقت اما نفتح البرتمال وهنشوف اه الكيس نفع ولا ما نفعشي كس التلاجة اللي فيه المية انا شلته اهو شايفين منظر المخلل من فوق مفيش ريم الفوق زي تحت يعني المخلل الفوق زي تحت مفيش اي ريم ولا بايز ولا اي حاجة وزي الفل شايفين المنظر لو عجبكم الفيديو النهاردة يريد تعملو لي لايك وشير وسبسكرايب على قناتي كوكوز لنا والسلام عليكم ورحمة الله